بعد أزمته الأخيرة مصير أفلام بيومي فؤاد محمد أنور يختتم 2023 بفيلم جوازة توكسك مع ليلى علوي وبيومي فؤاد السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلي زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة هالا صدقي تكشف عن رأيها في موقف بيومي فؤاد وموقف غريب للزعيم تحدثت الفنان هالا صدقي عن الخلاف الذي حدث بين الفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد بسبب هجوم الأخير على زميله بعد اعتداري عن مصلحية بموسم الرياض موضحة أنها تحترم وجهة نظر السلام بسبب عدم قدراته العمل تحت ظروف صعبة وقالت هالا في تصريحات تلفزيونية دي قدرات بس يمكن احنا بنمر بظروف صعبة جدا هو ليه قدرته وقصيته واحترامه تشارك الفنان هالا صدقي لأول مرة في موسم الرياض بمصرحية صوا بعزينة والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني وبعد فترة غياب استمرت حوالي أكثر من 20 عام ويتم عرض العمل فور الانتهاء من مصرحية زواج اصطناعي المشارك في بطولتها الفنان بيومي فؤاد حيث لقى الكثير من الانتقادات عقب تصريحاته الأخيرة هل ستواجه الفنان هالا صدقي مصير بيومي فؤاد بعد مشاركتها في موسم الرياض نعرض إليكم في هذا التقرير ردود أفعال كل منهم في مشاركتهم بموسم الرياض خلال أحداث غزة بعد أزمته الأخيرة مصير أفلام بيومي فؤاد دخل الفنان بيومي فؤاد مؤخرا في عدة أزمات مع الجمهور أدت في النهاية إلى إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل هذه الأزمة تلقي بظلالها على أعماله السينمائية المقبلة والتي تنوعت ما بين أفلام انتهى من تصويرها وتعرض قريبا وأفلام لم يستكمل تصويرها من ضمنها فيلم الإسكندراني وعلمت الدستور أن الأزمة لم تؤثر على بيومي خاصة في الأفلام التي انتهت تصويرها والتي من ضمنها أنا وابن خلتي مع سيد رجب حيث انتهى من تصوير الفيلم وحملته الدعائية بطرح بستر العمل ليكون جاهزا للعرض قريبا حيث كان من المفترض عرضه في ديسمبر إلا أن مشاكله الأخيرة جعلت المنتجين يفكرون في تأجيل أعماله الفنية والتي من ضمنها فيلم أسود ملون مع رانا رئيس وأحمد فتحي محمد أنور يختتم 2023 بفيلم جوازة توكسك مع ليلة علوي وبيومي فؤاد يختتم الفنان محمد أنور عام 2023 مستمرا في نشاطه السينمائي الذي يعيشه منذ بداية هذا العام حيث يستعد لبدء تصوير مشاهده في فيلم جوازة توكسك وبيومي فؤاد والذي يظهر خلال أحداثه بشخصية ابنهما ليسجل جوازة توكسك رابع أعمال محمد أرور السينمائية في 2023 إذ عرض له فيلمين شارك فيه بطولتهما وفيلم آخر ظهر فيه كضيف الشرف خلال الأحداث محمد أنور يبدأ تصوير دوره في فيلم جوازة توكسك منتصف شهر نوفمبر الجاري وذلك بعد أن تفرغ الأبطال من ارتباطاتهما سواء كانت فنية أو شخصية والفيلم من بطولة ليلة علوي بيومي فؤاد نسرين طافش محمد أنور ملك أورا تامر هاجرس وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم ويسجل العمل التعاون الثالث على التوالي بين ليلة علوي وبيومي فؤاد والمؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم بعد فيلمي ماما حامل وشجر دادي محمد أنور خلال 2023 شارك في بطولة فيلم البعبع مع النجم أمير كرارة والذي عرض خلال موسم عيد الأطحى السينمائي واستمر في موسم الصيف وشارك في بطولته ياسمين صفري باسم صمرة محمد عبد الرحمن محمد عبد العظيم محمد محمود هشام الشازلي الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سلوسة ورحاب الجمل وضياء عبد الخلق وعدد آخر من الفنانين من تأليف إيهاب نبيل وإخراق حسين المنياوي من إنتاج سينيرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير تأليف ورشة كتابة تضم هبتانا ونور حمدي وعمر شهين ومحمد علي وإخراج حسن صالح إعلامي يدفع بقوة عن بيومي فؤاد شاهد ماذا قال بيومي فؤاد تصدر الفنان بيومي فؤاد محرك البحث جوجل وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة في ختام عرض مصرحية زواج اصطناعي والذي هاجم فيها الفنان محمد سلام بعد اعتداره عن عدم العمل وجه الفنان بيومي فؤاد بعد انتهاء عرض مصرحية زواج اصطناعي والتي تعرض ضمن فاعليات موسم الرياض الفين ثلاثة وعشرين كلمة لجمهور هاجم فيها زميله الفنان محمد سلام الذي قدم اعتداره عن تقديم العمل بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة والتصعيد الاسرائيلي أمام المدنيين من الفلسطينيين بالقطاع وأوضح الفنان بيومي فؤاد موقفه من الفيديو الذي اعتذر فيه محمد سلام عن بطولة المصرحية بشكل واضح وصريح وقال فيه إنه لا يتخيل نفسه يرقص ويضحك في العرض المصرحي ومئات من الأطفال والنساء يتم قتلهم في غزة ورد بيومي على سلام في كلماته التي وجهها أمام الجمهور في موسم الرياض وقال من حقك تعتزن عن المصرحية بس مش من حقك إنك تغلط في فنك إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فن وفن مصري وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم صدمة وانهيار من ردود الأفعال أو التعليق من بيومي فؤاد بعد تعرضه للهجوم وانتقادات الجمهور يبدو أن قسم الفنان بيومي فؤاد بأنه يعمل من أجل تقديم رسالة وليس لجني الأموال لم يقنع الجمهور إشان متابع الفنان هجوما عنيفا علي بعد تصريحاته الأخيرة ودفاعه عن الفنان محمد أرور حيث تعرض الفنان لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور الذي سخر من تصريحاته بشأن تقديمه أعمالا هادفة أو عدم رغباته في جني الأموال فتحولت صفحات السوشيال ميديا لكوميكس سخرية من بيومي فؤاد ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تساعد الموقف ووجه الجمهور له ألفاظا وسبابا مباشر وعلم القاهرة 24 من مصادره الخاصة أن الفنان بيومي فؤاد فوجئ بالردود الأفعال العنيفة والهجوم الحاد الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ففكر الفنان في أن يسجل فيديو جديد يوضح فيه الجمهور ما حدث ولماذا قال هذه تصريحات ولكن المقربون منه نصحوا بأن لا يفعل ذلك ويبتعد تماما عن الأضواء في الفترة الحالية وأن لا يدني بتصريحات أخرى دون الرجوع إليهم والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع بيومي فؤاد لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي